أساس تأخير الزكاة أو تقدمها ليترتب عنه أي مكروه أو شيء منهي عنه سرعاً؟ لا تأخير الزكاة إثم لأن الأصل في الزكاة إنها تخرج في وقتها هذه زكاة موقوتة وحق معلوم من معلوميته إنه معلوم وقته ومعلوم مقداره ومعلوم المال الذي يجب فيه ومعلوم من يصرف له فلازم يخرجها في وقته إنما تعجيلها ممكن لسبب من الأسباب إنما عليه الصلاة والسلام تعجل بعض السنين وأخذ زكاة العباس بن عبد المطلب أخذ منه زكاة سنة أو حتى قيل سنتين فلمانع من تعجيل الزكاة إذا كنا محتاجين مثلاً فيه مجاعة حدثت كوارث حدثت جهاد دخل الأعداء احتلوا بلاد المسلمين محتاجين نجمع الأمة ونجندها ونهي لها الأسلحة ممكن أخذ زكاة سنة مقدمة هذه الحاجة يلوز بالنسبة لك باكستان الآن مثلاً نعم كحالات الحالات التي قد يتعرضها بعض المسلمون خصوصاً إخواننا الباكستانيين ممكن لو هدد إن الحالات يخرج زكاة سنة مقدمة ليسعف هؤلاء الذين يموتون أمامه ويخرون صرعه حتى بعد الزلزال يجدون الأطفال يموتون من قلة الغذاء وقلة الدواء وقلة الغطاء من البرد القارس يعني لأن البعض أسأل هذا السؤال البعض يرى بأن زكاة الفطر كالصلاة أو زكاة المال كالصلاة مؤقتة بوقت محدد وبالتالي لا يمكن تقديمها أو تأخيرها كما بالنسبة للصلاة لا الصلاة لا يجوز تأخيرها يعني الصلاة والصلاة لا يجوز تعديلها الصلاة والصيام لا يجوز إلا في حالة ستنائية مثلاً تصوم يوم من شعبان ولا يجوز أنك يعني تصوم قبل لا هذا وخصوصاً الصلاة بالذات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابة لازم من ضمن يعني شروط الصلاة الدخول الوقت فلو صليت قبل الوقت لا يحسب إلا في حالات الصلاة باطلة حالات الخاصة التقديم والجمع إنما الزكاة دي حق مالي فالأمور المالية يعني فيها نوع من البحبحة إنما التأخير فيه إضرار بالمستحقين تأخر عنهم ما واجب لهم من الله هذا لا يجوز فضلت شيخ